قبل أيام من انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مدينة شرمنشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري علنت إدارة المنتدى عن قائمة الرعاة الرسمية للمنتدى والتي ضمت نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة وشملت منظمات دولية وشركات استثمارية وبنوك وشركات عقارية وجماعات وغيرها ويتكافل الرعاة الرسمية بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرص من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية حيث تأتي كافة المصرفات لها المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أي أعباء وصبق أن عنات إدارة المنتدى قبل يومين عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائد ميزانيتها هذا العام ليتم توجيها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية النهاردة فقرتنا الحوارية فقرة مختلفة هنتناول حدث هام وكبير ينتظر الجميع على مستوى العالم وهو منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعقد في مصر بشرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري والذي يستضيف الشباب والقامات السياسية من مختلف العالم أهمية المنتدى في تعزيز الخبرات بين الشباب وسيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الوزراء النجاحات التي حققتها الدولة المصرية ونسب التنفيذ في كل مشروع كما تعرف الشباب على كيف تعمل أجهزة الدولة المختلفة وتكوين خلفية قوية في هذا الأمر منتدى شباب العالم يساعد ويفيد ويقدم أفكار مختلفة لشباب كما أن الأفكار التي تخرج من المنتدى يتم تنفيذها مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعترف بدور الشباب المصري وما كانتهم في كثير من المناصب القيادية وأن الشباب الآن أصبح منهم محافظين ومساعدين ونواب لوزراء ومحافظين لتحقيق الاستفادة الممكنة لكل القدرات والكوادر وهذا يساعد في كيفية أن تسير الدولة إلى الأمام كل هذه الفاعلات لابد أن تكون لها نظرة بعين قوية جدا وده كان واضح جدا في الفترات السابقة من النسخ حفاظا على التباعد الاجتماعي وسلامة الحضور له أولوية كبيرة ورئيسية